اشتركوا في القناة والتعليم في جميلة مصر العربية وعجب كثير من هذه المبادرة والآن في تعاون مشترك وإن شاء الله خلال أقل من شهر بيكون فيه مبادرة رائدة على مستوى دولة الإمارات وجميلة مصر العربية فهذا نتيجة هذه المبادرة على مستوى آخر كذلك هذا العام شهد منافسة في عملية رياضة الأعمال كمنافسة ما بين فرق من مدارس ثانوية وفرق من طلبة جامعات أعتقد كل ما زادت الأعداد مثل هذه وكان معالي وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات أشاد بهذه التجربة وطلب يكون فيه تعاون بوزير التربية والتعليم في دولة الإمارات وبين إبداعات عربية فنعتقد مثل هذا التوجه هي لا شك إضافة قيم لمسيرة إبداعات عربية وهذا العام بالذات إبداعات عربية 13 نأمل في السنة القادمة إبداعات عربية 14 إن شاء الله اللي سيكون في أرض معارض إكسبو بيكون حدث ضخم فيما يتعلق على مستوى الدولة والعالم العربي في التنافسية على رياضة الأعمال جامعة حمدان بن محمد الذكية تتخذ شعاراً نحن نخرج رواد أعمال ولا نخرج طلاب وظايف أعتقد إبداعات عربية نجحت في تحويل مثل هذا الشعار إلى واقع معاش ما بين الطلاب وما بين طلبة الجامعات وطلبة المدارس الثانوية وحضور معالي وزير التربية والتعليم في جمع المصر العربية ومعالي وزير التربية والتعليم مهندس حسين حمادي كان حقيقة إضافة قيمة وتأكيدهم على هذا التوجه بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية المصر العربية في هذا التوجه فأعتقد أن هذه قيمة مضافة هذا العام أضافتها إبداعات عربية ما لم تضيفها أي مؤتمر آخر على مستوى دولة الإمارات